لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كل مرة بقول لكم الخبر ده الاهلي عايز يجيب حمدي فاتحي وبيضغط على ادارة ام بي ويعني بيقول ان هما ممكن يرجع لهم اكرم توفيق ويعب صفقة تبادلية وياخد حمدي فاتحي لعب الوسط المدافع في نادي ام بي عقد الاهلي مع لازارتي فيه تلات شهور شرط جزائي شرط جزائي في حالة فسخ العقد اي طرف من الطرفين تلات شهور ده شرط الجزائي يعني ما بين انتو عارفين هو بياخد مية خمسة وعشرين الف دولار في الشهر الاهلي بيكسف مفاوضاته كمان لضم المدافع السوري احمد الصالح وبيلعب في نادي العهد اللبناني والادي الاهلي يعني بيكسف مفاوضاته كان قبل كده النادي كابتن سايد عبدالحفيز كان سافر عمان عشان يعمل جلسة مع احمد مع المنتخب السوري فلغد الوقت الاهلي مركز قوي مع احمد الصالح عايز يجيب واحد مساك كويس في الحتة دي خصوصا ان احمد الصالح لعب سوري فبيتعامل معاملة اللاعبها المصريين طبعا بعد تعقد الاهلي مع جيرالدو اللاعب المرشح ان هو يمشي اللي هو ساليف كلبالي مبارح الاهلي جيم كويس قوي امام النجوم مبارح مطش كان حلو وكابتن احمد سامي المدير الفني النادي النجوم لعب جيم مفتوح ملعبش بشكل يعني فيه تكتل ودفاع ولا لعب مع النادي الاهلي وكان عايز يهاجم النادي الاهلي وضغط فده ريح برضو النادي الاهلي وشوفنا كرة حلوة مبارح من الفرقتين ولكن في النهاية انتصر طبعا فريق النادي الاهلي خبراته اعلى عنده برضو امكانات لعبة اعلى من فريق النجوم وقدر يفوز اتنين صفر مبارح والنادي الاهلي رفع رصيده الى تلاتة وعشرين نقطة وكده ناقس له ست لقاءات مؤجلة النادي الاهلي في الفترة القادمة طبعا زي ما نقولتلكم الجدول قبل كبه. الاهلي بيأكد جهزية حسام عشور لمباراة في اثيوبيا وبرضو اليومين اللي هما المطش تأجلهم بتاع المباراة العودة ادى برضو فرصة النادي الاهلي لتقاتل انفاس انه كان لو المطش يموت جبعا كان الاهلي هيسافر على طول اثيوبيا ولكن بعد اجيل المباراة اليوم الحد فهيبقى فيه فرصة يعني حتى النهاردة النادي الاهلي عندهم اجازة من التدريبات كابتا محمد يوسف اديهم راحة الراجل لازارتي مدرب اه النادي الاهلي الجديد هيسافر اه اجازة الكريسماس وبعدين يرجع بعد مباراة اه الاهلي وجيما يعني يرجع الاسبوع الجاية ان شاء الله عشان يبدأ تدريباته مع اه النادي الاهلي اه يعني دي معظم الاخبار بالنسبة للنادي الاهلي اه الاهلي اختار امبارح ناصر ماهر اه كافضل لاعب في مباراة النجوم هو فعلا كان رائع بين امبارح ناصر ماهر ظهر بشكل كويس جدا امبارح وعمل جيم كويس اوي مع زملائه في النادي الاهلي اه مباراة الاهلي وجيما اللي حيحكم حكم صومالي اسمه حسن محمد حجي تاكم تحكيم من الصومال بقيادة حسن محمد حجي لمباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في مباراة العودة. الاهلي بيؤكد صعوبة مشاركة احمد فتحي في مباراة جيمة بيقول لهو محتاج يعني تأهيل اكتر يعني مايرجع النادي الاهلي من اثيوبي هيبدأ يخش احمد فتحي في اللقاءات اللي بعد كده برضو لسه صلاح موصن قدامه شوية يعني قدامه اسبوعين تلاتة كده لغاية ما نضم ليه التدريبات الجامعية نادي اهلي برضو عنده اصابات لكن حسن عشور خلاص رجع محمد كان موجود مباراة على دكة البودلاء شريف اكرامي خلال تمانية واربعين ساعة حيكون جاهز علي لطفي مباراة لعب وكان كان كويس النهاردة برضو اه مجلس دارة النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي بينعوا عم حنف يقوت اللي هو المشرف على غرفة ملابس الفريق الاول اللي كان اه توفى مباراة فبنقول البقاء لله طبعا وفي ناس كده جماعة جوه الاندية بيبقوا علامة مميزة يمكن ممكن ناس برا في الاعلام او برا النادي ما يحسوش بيهم بس فيه ناس بيبقوا علامة مميزة جوه النادي اه المشرف على غرف الملابس عم حنف يقوت من الشخصيات الجميلة جدا ومحبوب جدا داخل النادي الاهلي راجل قديم موجود فطبعا توفى والكل بينعي حتى كانت محمود الخطيب ومجلس الادارة واللعيبة والاجهزة الفنية بينعوا عم حنف يقوت الله يرحمه طبعا ويغفر له ويدخله فسيح جناته بازن الله فترة الجاية برضا انا قلت لكم الخبر ده قبل كده اتحاد الكرة لجنة الحكام المطشاط بيرامدز والاهلي وبيرامدز والزمالك هتكون بحكام اوروبيين حكام من اوروبا مش حكام عرب بيرامدز والاهلي وبيرامدز والزمالك بقية المطشاط هيبقى حكام عرب لما يلعب مع بقية الفرق وده الكلام انا قلت له الكابتال اصابع فتح قلت له ما ينفعش ان كده هيبقى فيه آآ عدم تكافؤ فرص شمعنى طيب حكام اجانب للاهلي وبيرامدز والزمالك وبيرامدز ومش حكام اجانب يعني فيه الموضوع ده عايز يعني ايه يتحطي له شروط كده ومعايير يبقى الكل في الدوري بيتعامل معاملة واحدة يا جماعة فيه اخطاء بتحصل وحاجات بتخلي ما فيش تكافؤ فرص في بطولة الدولي لمصر في حاجات كتير جدا ويعني كلمنا فيها قبل كده وبتكلم فيها دايما حتى في موضوع الملاعب يعني في مشاكل في موضوع الملاعب آآ بالنسبة اللي انت ممكن الداخلية يلاعب مسلا الاهلي على استاد بيترو سبورت او على استاد الدفاع الجوي بس مالعي ما يلاعب الاسماعيلي في في ملعب الداخلية اللي هو ملعب تعادو الشرطة ده عدم تكافؤ فرص لازم الكل آآ ياخد نفس الظروف كل الفرق ولكن في الاخر بنصطدم بنلاقي ان في برضو حاجات امنية خارجة عن ارادتنا بس عشان دوري بتاعك يبقى قوي بقى فيه تكافؤ فرص والفرص متساوية لكل الاندية لازم كل الفرق تتعامل نفس المعاملة من اتحاد الكورة والشروط المسابقة تتطبق على كل عشان يبقى عندنا دوري قوي ودوري محترم الزمالك حيسافر الى تشاد ان شاء الله يوم الخميس القادم وكابتن اسماعيل يوسف هيكون هو رئيس بعثة نادي الزمالك في تشاد الزمالك بيخترش كبالا بيرافض اعارته لنادي الاتحاد السكندري الزمالك رافض تماما ان هو يعمل اي صفقات مع نادي الاتحاد يعني الزمالك بيحاول طبعا زعلانين ادارة نادي الزمالك من ادارة الاتحاد السكندري عشان ادارة الاتحاد لعبه احمد داودة ورزاق في ماتش الزمالك في البطولة العربية فالزمالك رافض اعارتش كبالا لنادي الاتحاد السكندري خلينا نشوف ايلا هيحصل يعني انا بقول له الاستاذ محمد مصلحي قاعد قاعدة كده مع استاذ مرتضى رئيس نادي الزمالك الامور هاتيه ده يعني الزمالك يتلقى اختار من قطن بخد مباراة الاياب في الرابعة عصرا يوم الحد الجاي في عندنا مشكلة ان ماتش الاهلي والزمالك هيكون في نفس المعاد الاهلي والزمالك هيلعبوا الاهلي هيلعب مع جيمة يوم الحد والزمالك هيلعب مع القطن يوم الحد برضو الساعة اربعة العصر الماتشين في نفس التوقيت عماد الساعة حارس الزمالك يتلقى عرض الانضمام للنادي المصري الشرطة العراقي بيطلب من نادي الزمالك شراء معروف يوسف بشكل نهائي معروف يوسف كان رايح اعارة لنهاية الموسم لنادي الشرطة العراقي بس الشكل كده معروف يعني نجح مع نادي الشرطة فعايزين يشتروه بشكل نهائي من نادي الزمالك برضو زي ما قلتلكم من يومين كده بعد ماتش الزمالك والقطن الشادي انا بفضل ككريم يعني بفضل المستر جروس يدي فرصة للعيبة اللي ما بتلعبش في ماتش القطن اللي جاين الزمالك كسبان سبعة وسفرية وترانزيت وارهاق فاتمنى ان هو يعني يلاعب مجموعة من اللعبة اللي ما بتلعبش ويريح اللعبة الاساسين عشان فيه ضغط ماتشاط وده اللي بيفكر فيه فعلا مستر جروس ان هو عايز يريح مجموعة من اللاعبين الاساسين الزمالك بيقرر استحب آآ طباخ خاص معاه في رحلة تشيت وآآ مستر اجيري برضو مبسوط من مستوى مصطفى فاتحي وبيقول هو لعيب مميز وبديل كويس يكون موجود في المنتخب مكان محمد صلاح تعارفين منتخب مصر التجمع الجيع هيكون في شهر مارس الفين وتسعتاشر ان شاء الله عندنا مباراة ودية وبعدين عندنا مباراة رسمية مع في تصفيات امم افريقيا الفين وتسعتاشر بالنسبة لبطولة امم افريقيا الفين وتسعتاشر مصر الاقرب من جنوب افريقيا لتنظيم البطولة وحنستنى قرار بقى ان شاء الله من الاتحاد الافريقي الكافي يوم تسعة يناير القادم برج العرب هيستضيف مبارات الاهلي والزمالك في افريقيا القادمة يعني الاهلي هيلعب ان شاء الله هي بس يكسب فريق جيمة الدور اللي بعده او ماتشاط اللي بعدها هتبقى في برج العرب ونفس القصة بالنسبة لنادي الزمالك جروس بيدرس الدفع باعماد السيد اساسي امام القطن وده لازم يحصل ان يعني يريح الجنش وبرضه يدي فرصة لاعماد عشان عماد يكون جاهز وياخد الاجواء في افريقيا احمد مدبولي بيتمسك بالرحيل في الزمالك في شهر يناير يعني بيقول هو جاي له عرض من اليونان وجاي له عرض من السعودية وفي اندية هنا في مصر بس عايز يمشي من نادي الزمالك ان هو عايز يلعب طيب ده بالنسبة للزمالك المقاولين بيدور على ثلاث لعيبة افرقى في شهر يناير القادم عايز يعمل تدعمات نادي الدخلية بيعسكر في الدفاع الجوي استعدادا لوادي دجلة خلي بالكو آآ مطشاط الدوري آآ هتبدأ تاني يوم الخميس الاسبوع التمنتاشر اللي هو اول اسبوع في آآ الدور التاني اول اسبوع في الدور التاني هقول لكم برضو المطشاط بتاعت بطولة الدوري ان شاء الله اللي هتبدأ يوم الخميس الدور التاني وبعد كده بعد ما نلعب مطشاط الاسبوع التمنتاشر هنتوقف الدورة هيتوقف شوية بس هيبقى فيه مطشاط اللي هي المؤجلة فخليني بس اقولوكم المطشاة اللي هتبدأ يوم الخميس الاسبوع التمنتاشر عندنا ودي دجلة والدخلية يوم الخميس وبعدين يوم الجمعة عندنا المقاولين العرب والتعادس السكنداري. اسبوع التمنتاشر السبت عندنا سموحة ومصر المقصة ويوم الحد عندنا مطشين برضو حرص الحدود والانتاج الحربي وطلاق الجيش والنجوم. دي مطشاة الاسبوع آآ الاسبوع التمنتاشر اللي هو بداية الدور التاني ان شاء الله. وبعد كده بقى هيبقى عندنا اه مطشط اه المؤجلة الاهلي هيلعب مع الداخلية. مفروض يوم تمانية وعشرين. يوم سبعة وعشرين فيه المقاولين والاسماعيلي والمقاولين الاسماعيلي برضو عنده الاسماعيلي اه عنده مشكلة برضو ان الاسماعيلي اه ما عندوش اه رحلة الطيران بعد ما يرجع من الكاميرون هيبقى عنده يعني اه هيخلص مطش يوم تلاتة وعشرين وهيستنى الغط يوم ستة عشرين عشان يرجع من الكاميرون عشان مفيش طيران. فبرضو بشكل كبير لجنة المسابقات هت اه هترحل مطش الاسماعيلي والمقاولين. طيب خلال روح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. وانسلم عليه كده ونقول له كل سلام انت طيب مش مهندس. اخبار حضرتك ايه? الحمد لله. كله تمام? تمام. رأيك ايه في الفترة الحالية لنادي سموحة وابتطمع لايه الفترة الجاية ان شاء الله? رببي بسهل يعني بسهل يعني عندنا اصابات مختلفة ويعني الدنيا ما كانتش مشقة بالصورة اللي احنا كلما تمنىها. ويعني اتشاء الله الفريق اكتامل ايام الجاية وتبتدي الدنيا وكان برضو عملك وليسوها اصابات اصابات يعني. لكن ان شاء الله خير. صوت حضرتك كده زعلان مش راضي يعني. لا لا مش راجع زعلان. الدنيا. طمحاتك كانت اكبر والنتايج ما مشيتش مع الطمحات. لا يا العيدة كويسة لكن هو حصل عندنا غدد كبير ايو من الاصابات متتالية. فالاصابات دي ما بتخليش الفرقة تلعب مجتملة للتف. ايو ايو. ام السموحة جايب صفقات في شهر هناير القادم ان شاء الله. لسه يعني كلها يعني اه لسه. يعني كلها بين البنين يعني. اه يعني المنفاوضات بس مفيش حاجة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة